اهلا بكم مشاهدين حياكم الله من يديد تقديم النصيحة وحسن استقبالها من أخلاق الكبار وأصحاب النفوس الجميلة ولعل حسن استقبالها تحديدا هو من أشد الدلائل على الشيام الأصيلة حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب الدكتورة ألا الطائي أستاذ مساعد في جامعة الشرق ستحدثنا أكثر حول هذا الموضوع صباح الخير صباح الخير دكتور ألا حياتي الله معنا في صباح الشارقة أهلا وسهلا صباح الأنوار والخيرات صباح الأنوار كتورة في البداية نعرف سادة المشاهدين عن معنى النصيحة نعم وشو أهميتها النصيحة ممكن أن نعرفها بشكل مبسط ممكن يوصل إلى أكبر شريحة من المشاهدين الكرام أنه هي الإرشاد والتوجيه اللي ممكن أن يقدم الفرد للمقربين له أو من يطلب النصيحة منهم أهمية النصيحة في مجتمعنا نحن كمجتمع إسلامي ممكن أن نذكر أن القرآن الكريم بكل ما طرح فيه من وصايا ومن آراء ومن قصص هو عبارة عن نصيحة وإرشاد لبني البشر ممكن أن نستدل بآية قرآنية كريمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ممكن أن تكون أكبر وخير دليل على أن مجتمعنا هو مجتمع النصح والإرشاد هذه بالنسبة للنصيحة فضلا عن أن أهمية النصيحة ممكن أن نوضحها بطريقة أن أنا أختلف عن غيري هناك فروق فردية بين الآخرين فهذه الفروق الفردية ممكن أن تتوضح من خلال الاستدلاء على الآراء ومن خلال الاستدلاء بخبرات الآخرين والاستعانة بخبرات الآخرين من أجل تطوير شخصياتنا من أجل تطوير سلوكنا داخل المجتمع أو تطوير أدوارنا وجودة أدوارنا في المجتمع الواحد هذا من ناحية الأهمية نتكلم عن الأشخاص الذين لهم علينا حق النصيحة المفروض أن ننصحهم لأن صراحة في أشخاص عندما تفكرين أن تنصحهم سيقولون لك وعفهم أن أنت من وعش أن تنصح لك ما هو دخلك؟ أو فعلا أنت شخصك؟ لماذا تسألني؟ أنا راضي أو أنا مرتاح؟ النصيحة بشكل عام ممكن أن نطرحها بشكل رسمي وغير رسمي الأشخاص الذين لهم أحقية في النصيحة هم المقربون من الناحية غير الرسمية مثلا أفراد الأسرة أعضاء الأسرة جماعة الرفقة الأقارب كل شخص محب أو مقرب لنا أو تهمنا قضيتهم ممكن هذه من الناحية غير الرسمية أما من الناحية الرسمية فهناك المؤسسات الرسمية على اختلاف أنواعها وأشكالها وتنوعاتها ممكن من خلالها أن نقدم النصيحة للعاملين في هذه المؤسسات أو من خلال الأعضاء الذين ينتمون لهذه المؤسسات بمقدورنا أن نقدم لهم النصيحة في كيفية أن تتعاملون مع الموضوع كيفية تتعاملون مع الموقف كيفية تطوير أنفسكم كيفية حصولكم على شهادة على مستوى تعليمي على وعي ثقافة إلى آخره من النصائح التي يمكن أن تقدم على مختلف المستويات جميل دكتورة كيف نتقبل النصيحة بحيث أنه لا نعتبر هذه إهانة أو تجريح أخذي النقطة جدا مهمة في مجتمعنا الحاضر لماذا؟ لأنه خاصة فئة الشباب نلاحظ أن لديهم اعتداد بالنفس واعتداد بالرأي ويجدون في أنفسهم أو في آرائهم هي الأصح من بقية الآراء لذلك نحتاج إلى أسلوب للحوار للنقاش أسلوب مبسط يأخذ أو ننزل به إلى مستوياتهم العلمية مستوياتهم الثقافية مستوى إدراكهم للمواقف والأشياء بحيث أننا نتعامل معهم بشكل مبسط وتكون النصيحة بشكل غير مباشر ويمكن أن نستعين بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة كلها كل مواقع التواصل الاجتماعي الألكترونية كلها نجد فيها نوع من النصح نوع من الإرشاد ممكن أن نستغلها بشكل غير مباشر لتوصيل المعلومة للآخرين كنا نتكلم دكتورة تحت الهوى أن هناك أشخاص ممكن تنصحينهم وتكررين النصيحة من محبتك لهم والطرف الآخر لا يوجد أي تفاعل أو استماع لهذه النصيحة أول سؤال ذكرتي أو طرحتي شو هو الأسلوب؟ نعم يعني الأسلوب هو الأساس في إصال أو تقبل النصيحة من الطرف الآخر ممكن تكلمين أكثر بداية عن أداب النصيحة وأساليب النصيحة الشخص الذي ينصح الآخرين المفترض به أن ينصح ذاته أولا جميل بعد ذلك يقدم النصيحة للآخرين ليس بطريق التعالي والتكبر وإنما بطريقة مبسطة ومتواضعة ويظهر للآخرين حسن نيته في النصيحة نقطة جدا مهمة هي وجود حسن النية في النصيحة صحيح النقطة الأخرى أننا لا نتعامل على أننا رئيس ومرؤوس أو على أننا ممكن أدوارنا أعلى أو مكانتنا الاجتماعية أعلى من مكانة غيرنا الذين نقدم لهم النصيحة خاصة في التعامل مع أفراد الأسرة مثلا الأب والأم كيفية تعاملهم مع الأبناء خاصة في مرحلة المراهقة أو في مرحلة الشباب أو القدوم على اتخاذ قرار خطير في حياتهم كقرار دراسة أو اختيار تخصص معين أو اختيار زواج أو شخص مناسب ليكون أضو جديد من أعضاء الأسرة يجب على الوالدين أن يتخذوا أسلوبا بسيطا ينتمي إلى سماع الآخرين ما الذي تريده أنا أحاورك في الذي تريده لأصل معك إلى الطريق الصحيح هذه هي نقطة جدا مهمة يجب على الآباء والأمهات أن يتبعوها المعلمين أيضا صحيح أنا معلم وأنت طالب لكن كيف أتعامل معك؟ أتعامل بالود والرحمة المفترض من الذي يقدم النصيحة مثل ما ذكرنا أنه واثق يقدم النصيحة لنفسه قبل أن يقدمها للآخرين صادق في القول والفعل وصادق في التعامل مع الآخرين نقطة جدا مهمة من أجل أن يثق به الآخرون ويثق بنصيحته ويؤخذ بنصيحته ويطبقها أكبر شريحة ممكن أن تحتاج إلى النصح ذكرت موضوع جدا مهم هي أسلوب طريقة النصيحة كثير من الناس تنصح بأسلوب مثلا المقارنة خصوصا هذه تصير عند الأهل الوالدين لماذا لا تصير نفس ولد عمك ولا ولد خالتك صحيح أنت مادر كيف أنت يعني عذرا على بعض اللي ممكن يواجهون ألفاظ تكون فيها تجريح إهانة تكسر خاطر الولد فتوقع هذه شغلة جدا مهمة هذه من أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة الذي يتعامل بها الوالدين والمتعارف عليها في مجتمعاتنا كأنها تقليد أو عرف اجتماعي موجود في مجتمعاتنا في ثقافتنا العربية لكنها مع الأسف هي أساليب قديمة ورتيبة لا تتناسب مع كل التغييرات الحاصلة في مجتمعاتنا ذكرت ونبقى نذكر أن الشباب الآن محتدين بآرائهم فكيف نتعامل مع هذه الشخصيات المعتدة بنفسها والمعتدة بذاتها يجب أن نتعامل معهم بتسامح بنوع من التسامح بنوع من زرح القيم الإيجابية التي يمكن أن تطفي على شخصياتهم نوع من المرونة التي يمكن من خلالها أن يتقبل رأي الآخر فالكرة حقيقة في ملحب الوالدين لماذا؟ لأنهم يتحملون المسؤولية الأولى والأخيرة في تنشئة أبنائهم تنشئة صحيحة إذن لو دخلنا في جانب التنشئة الاجتماعية وما أحب أن تكون المصطلحات ثقيلة على مشاهدين الكرام لكن التنشئة الاجتماعية معروفة على مستوى الشارع الإماراتي فتقع المسؤولية على الوالدين في تحمل أولاً زرع القيم والأخلاق الفاضلة لدى أبنائهم ثانياً زرع قيم النصيحة والتسامح والحوار والديمقراطية بحيث أنه الإبن عندما يتكلم معه والديه يتقبل تلك النصيحة بكل روح إيجابية تكلمنا عن الشخص الذي ينصح أو الناصح لا تكلمنا عن الشخص الذي يستقبل النصيحة أيضاً أنا كشخص الآن ممكن أن أتعرض لمواقف كثير ممكن أن هناك الكثير من الأشخاص يحبوني يحبون مصلحتي يحبون أن ينمجوني للطريق الصحيح من خلال إزداء مجموعة من النصيحة أنا المفروض أدب استقبال النصيحة كيف المفروض أن أصرف في حالة أن هناك شخص وجه لنصيحة؟ المفروض المنظومة الأخلاقية إذا كانت فاعلة في مجتمعنا بمعنى أن يتحل أغلب أفراد المجتمع بأخلاق جيدة معناها أن يتقبل النصيحة من الآخرين بكل أدب وبكل احترام على الأقل يقدر أن الذي يقدم له النصيحة يريد منفعته ومصلحته بهذا التقدير فقط ممكن أن نتعامل مع الآخر بإيجابية حتى لو لم نتقبل النصيحة منه لكننا لا نرفضها منه بأسلوب خشن أو بأسلوب جاف يمكن أن يأتي بردة فعل سلبية من قبل الآخر ويرفض نصيحتنا فيما بعد نعم حلو دكتورة عمثان كمثال أنا ورشا عمثان نصحتني في الموضع نعم وكيف أنا ممكن أطبق هذه النصيحة شو الشروط اللي أنا بعد لازم تكون بيني وبين نفسي أنه أوكي أنا في حالة مثل أنا أضايكت حزاتها أنها نصحتني نعم شو كيف ممكن أنا أرتب هذه النصيحة في بالي كيف أمشي عليها أطبقها تعتمد على شخصية الفرد إذا كان واثقا بنفسه ويريد أن يأخذ بنصيحة الآخر فممكن أن يأخذ ويتقبل النصيحة بشكل إيجابي وبسيط وسريع لكن العكس صحيح إذا لم يكن هناك ثقة بالنفس ويكون هناك جهل مركب بمعنى أني لا أتقبل نصيحة الآخرين وأظل معتدا برأيي وأبقى جاهلا بأهمية النصيحة فهذه هي المشكلة الكبرى التي يمكن أن تعم على أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب الآن نركز عليهم في كلامنا ونكرر هذا الكلام لأنه هي الفئة المنتجة والفتية في المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع إذن هذه الفئة لو تمكننا من أن نزرع الثقة في ذوات هؤلاء الأفراد أو هذه الشريحة المهمة من المجتمع ممكن أن تتقبل النصيحة بوجود قيم إيجابية بالمجتمع بوجود استغلال الطاقات الإيجابية في المجتمع بوجود أساليب في التعامل مع الآخرين بشكل إيجابي نعم إذا بنتكلم عن تقبل النصيحة هل عادة المفروض أن الشخص الطبيعي المتصالح مع نفسه يتقبل النصيحة بدون الشعور بأي حساسية أو نوع من أنواع الإحراج أو طبيعة النفس البشرية نوعا ما ما تتقبل حتى لو كان هذا الشخص طبيعي أو متصالح مع نفسه مثل ما ذكرت لا بدنا يكون فيه نوع من أنواع عدم التقبل له حتى وبينه وبين نفسه لذلك نركز على الإسلوب في النصيحة لماذا؟ لأن الإسلوب في النصيحة إذا كان غير مباشرا فالنتائج تأتي بإيجابية وإذا كان تسلطيا ومباشرا وفيه نوع من الأمر فإن ذلك يؤدي إلى سوء استخدام النصيحة وسوء الوصول إلى الهدف أكيد الفروق الفردية موجودة بين الأفراد لذلك هناك من منهم متصالح مع نفسه ويتقبل النصيحة من الآخرين ويسعى إلى سؤال الآخرين بالنصيحة ومشورة الآخرين والاستفادة من خبرات الآخرين وهناك بعض الأفراد لا يتقبلون النصائح ويرون في ذكرت سابقا في آرائهم في توجهاتهم في سلوكياتهم حتى لو كانت خاطئة يصرون على الخطأ فيها ولا يتقبلون النصيحة الآخرين فهؤلاء الأفراد يحتاجون إلى إرشاد وتوجيه نفسي واجتماعي ممكن يكون من مختص ممكن يكون من مقرب لكن ذو خبرة يساعدهم في أو ينتشلهم من هذه الحالة غير الصحية التي يعانون منها جميل يعني موضوع الأسلوب النصيحة هذا جدا مهم دكتور أنا أريد أن أتكلم عن الفرق بين أني أكلم حد بطريقة شفوية بشكل مباشر أو كذلك نفس ما ذكرنا موضوع حين وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أن أشوف شيء معين ظاهرة معينة كيف ممكن أوصل نصيحتي بأسلوب لائق لا يجرح لا يسبق بهانا للشخص نعم غالبا ما يكون الأسلوب الشفهي أسلوبا غير مباشرا خاصة إذا كانت المؤسسات التي ينتمي إلها الأعضاء هي مؤسسات غير رسمية سواء كانت الأسرة كما ذكرت أو جماعة الأقرباء أو جماعة الرفقة أو إلى آخره من العلاقات الإنسانية التي تربطنا وتظهر على شكل مؤسسات غير رسمية فبهذه الطريقة يكون الأسلوب شفهي وغير مباشر واسلوب متواضع حتى يصل إلى الآخر بشكل شفاف وبسيط أما المؤسسات الرسمية فعليها واجب أن تنصح الآخرين وتوجههم وترشدهم عن طريق مكاتب مخصصة أو لجان للشورى أو لجان للاستشارة على سبيل المثال في الجامعات على مستوى الشباب ممكن أن تكون هناك مكاتب أو لجان أو وحدات للإرشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي ممكن أن تنمي هذه المكاتب والوحدات تنمي تفاعلا بين الفرد الذي يحتاج إلى نصيحة أو الطلب الذين يحتاجون إلى نصيحة وبين شخص ممكن يكون معروف كداعية معتدل أو كأستاذ معروف على مستوى نفسي واجتماعي وعلاقته طيبة بطلبته ممكن عن طريق هذه الوسائل البسيطة وهي كلها وسائل تنشئة اجتماعية لكن تأخذ جانب رسمي وجانب غير رسمي ممكن أن تنمي ثقة الفرد بذاتهم وممكن أن تنمي ثقته بمجتمعه الذي يحتاج له في النصح وفي الإرشاد وفي التوجيه كتابيا أستاذة يعني مثلا دخلت موقع مثلا أنستغرام وشفت فيديو ما عجبني نعم أو في شيء ما عجبني صورة ما عجبني كيف ممكن أنصح الشخص بطريقة حلوة في ناس يعني تلجأ لأسلوب هجوم نعم هجوم صحيح ويخبروني موضوع شخصي شخصي جدا شخصي صحيح يعني ليش نشخصا الأمور يعني المشكلة في وسائل التواصل للاجتماعي الألكتروني أنها سلاح ذو حدين يعني بقدر إيجابياتها بقدر سلبياتها صحيح فالمفروض أنه إذا انتشر الوعي بالمجتمع والفرد كان على مستوى من التعليم ومن الوعي مرتفع المفروض أنه هو يتجاهل مثل هذه المواقع أولا أو إذا دخل عليها وارتفعت عند الانتماء إلى مجتمعه أو إلى قضيته أو إلى موضوعه ممكن أن يطرح النصح بطريقة ذكية بحيث أنها لا تجرح الآخرين ويوجه إلى الأفراد أو الشريحة التي أرضت مثل هذه المواقف قد تكون المحرجة السلبية إلى آخره أو المتطرفة ممكن أن يتعامل معهم بشكل ذكي وبشكل لائق يعرض عليهم النصيحة لكن أيضا بطريقة غير مباشرة جميل دكتورة دائماً عندنا الفكرة أن الناصح لا بد أن يكون شخص كبير في العمر صاحب خبرة طويلة وكأننا لا نتقبل النصيحة من شخص إذا كان أقل منه في العمر لماذا عندنا هذه الحساسية من موضوع الفرق بالعمر بين الناصح والمنصوح؟ هي حبارة عن موروث اجتماعي تربينا على أن النصيحة تأتي من كبار السن من ذوي الخبرة إلى آخر حكماء وغيرها ممكن أن يكون الشخص صغير في العمر لكن حقير أحسنت هو تراكم الخبرات من أين تأتي تراكم الخبرات؟ من التجارب مثل على سبيل المثال حضرتك مختصة في الأعلام على سبيل المثال وفي تقديم البرامج لا يمكن أن أأتي وأقدم لك النصح في اختصاصك الدقيق صح له خطأ لكن ممكن أن يكون شخص أقل منك عمراً لكنه أكثر منك خبرة في مجال عملك فممكن أن يقدم لك النصيحة وبشكل شفاف ومقبول ممكن أن تقع عليك مسؤولية تقبل النصيحة كيف تتقبليها ممكن أن تلاحظين سلوك الآخر فمن خلال سلوك الآخر ممكن أن تكتسبين سلوك جيد فتكون نصيحة غير مباشرة حلو كون الله نختم الفقرة سؤال جداً مهم سؤال بالنصيحة بين الأزواج نعم نقطة جداً مهمة المفروض أن الحياة الزوجية تقوم أو الشراكة بين اثنين تقوم على أساس أن الأفراد أو الزوج والزوجة بينهم لغة الحوار لغة الحوار والمشاركة في اتخاذ القرار وما يسمى بالديمقراطية ولو هو مصلح ثقيل نوعاً ما على الأزواج لكن ممكن أن يستخدموا بأساليب أبسط من ذلك بكثير لغة الحوار تصل إلى نتائج مبهرة إذا كان الآخر مستمع جيد وإذا كان الذي يطرح النصيحة أيضاً ناصح جيد يعرف كيفية استخدام التوقيت المناسب والأسلوب المناسب ويعرف تركيبة وشخصية الآخر بحيث أنه يطرح النصيحة بأسلوب مبسط ويتلقاه الآخر بكل بساطة هذا أهم شيء هذا ذكاء البقوض أن الناصح يكون ذكي لو سمحتي هذا يسمى بالذكاء الاجتماعي كيف نتعامل مع الآخر؟ فن التعامل مع الآخرين لا يحتاج إلى قراءة كتب وإنما يأتي من خلال التنشئة الاجتماعية من خلال اختلاصنا من خلال خبراتنا من خلال ذكائنا أنا أعرف أنه زوجي عنده واحد اثنان ثلاثة نقاط سلبية في شخصيتها أو لا يتقبل شيء معين من زوجته كونها امرأة كونها ممكن يكون أسلوبها إلى آخر كثيرة هي النقاط في الحياة الزوجية البدء بالنصيحة بكلمة حلوة حبيبي حبيبتي أحسنت بسر الحاجز يعني هي نقطة المودة والرحمة نقطة المودة والرحمة أساسية في الحياة الزوجية لذلك ننصح ننصح يعني الزوجي يقولها حبيبي بعدين نزل فيها رصاح ننصح شبابنا بأنه خاصة في بداية حياتهم الزوجية أنه يكونون يعني لغة التفاهم واضحة بينهم المفروض أنه الصح صح والخطأ خطأ شيء متفقين عليه لكن أين هي لغة التسامح بيني وبين زوجي بيني وبين زوجتي المفروض هذه لغة التسامح لغة التفاهم لغة الحوار هي مبادئ أساسية أبني على أساسها الوضوح والصدق نقطة أساسية أبني على أساسها حياتي الزوجية الله يسعد الجميع إن شاء الله وجعل دائما لناسكم متفاهمة وتعيش بسعادة المجتمعنا بخير وصحة نفسية واجتماعية دائما إن شاء الله يعطي شلافية كل الشكر والتقدير للدكتورة ألاء الطائل أستاذ المساعد في جامعة الشارقة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة مشاهدين بعد الفاصل تجارب مفهمة في الحيوية والنشاط في ختام فقرات صباح الشارقة ثواني تريون